اهلا بك اصدقاء اليوتيوب في عملة جديدة نازلة على باينانس ممكن نحصل عليها مجانا والعملة دي سعرها غالي فطبعا تستاهل ان واحد يخش فيها تمام تعمل ايه شايفين باينانس اللي فيها مربعات الفوق دي في مربعات قدام باينانس تدوس عليها شايفين الصاروخ اللي على اليمين ده تدوس عليه تمام هتنزل كده لانش با لانش بول العملة دي اسمها منشستر اسمها سيتي منشستر سيتي فان توكن ممكن تحصل عليها من خلال لو انت عندك او عملة بي يو اس دي اللي هي العملة السابتة بقيمة الدولار اللي تابعة لباينانس او بي ان بي عملة باينانس ممكن التلاتة مع بعض في نفس الوقت وممكن واحدة واحدة تمام هنعملها ازاي ندوس على ستيك انا اول مرة هجرب معك هو انا ما اجرب سيبلي كده تمام فتحت لي دي بي او اس دي تمام لو انت عندك مبلغ انا عندي مثلا مية مية بي او اس دي هتدوس على ستيك يا تكتب المبلغ اللي انت عايزه يا اما بتدوس على الماكسيموم انا هستخدمهم كلهم واعمل ستيك طبعا هاي اختلف من عملة لعملة عملت ساكسيسفول ها بتدت هاي كل ساعة بيحصلوا لقطة للشاشة وبيحضر لك هو مبلغ معين اللي بتاخده في الساعة انت بتجمد المبلغ بتاع بي او اس دي او شيلز عملة شيلز او عملة البي ان بي لمدة ساعة بتحصل على مبلغ معين في كل ساعة تمام وبعد كده بتجمعه بتحوله تاني لحسابك وممكن تسترد فلوسك في اي وقت يعني ممكن تسترد المبلغ بتاعك لما بتخلص بتسترد فلوسك تاني بيرجع للمحفظ يعني مفهاش خطورة انا جربناها في كذا موضوع بلكده تمام طبعا احنا نرجع هنا تاني انا عايز مثلا عندي بص او بتكلمك على في خلال ساعة ممكن ايه هبتدي استرد المبلغ في عندك ممكن استخدم على بي ان بي تمام نفس الكلام انا عندي تقريبا اقل شوية من واحد بي ان بي ممكن اعمل استيك هدخل الماكسمو تمام واعمل استيك اه اعمل سكسيسفول طيب طبعا كل كل مبلغ كل عملة لها نسبة محددة البي ان بي بتديلك اقوى حاجة اكتر اكتر نسبة بتحصل عليها هي البي ان بي لكن الشيلز اقل شيلز وبيوز دي نسبة قليلة مش نسبة كبيرة المهم هتحصلوا عليها العملة دي سعرها كام دلوقتي شايفين عملة دي عملة سيتي اولت ما نزلت كب 14 دولار وصلت 53 دولار طبعا عند سعر خرافي زيادة عن نزوم وبعين دلوقتي بتتكلم في 15 دولار فانا شايف انها تستاهل ان الواحد يبتدي يعمل استيك لها لشان يحصل عليها مجانة طيب انت دلوقتي معكش مبالغ كبيرة يعني مثلا شايف عملة شيلز حاول ما تشتريش دلوقتي يعني عملة شيلز مثلا هي عالية دلوقتي لو انت عايق حابب طبعا معك مبلغ صغير وعايز تستخدم عملة شيلز استخدمه لكن في انا شايف عملة بيو اس دي هتكون افضل فرصة ان انت بيو اس دي هي عملة الدولار فانت لو استخدمت بيو اس دي هتبقى افضل بالنسبة لك نسبتها عالية وفي نفس الوقت كويس بس اعلى حاجة بي ام بي لو انت عندك بي ام بي طبعا حاليا هتجيب لك اكتر عدد من عملة سيتي هتستفد من طبعا عايز تعرف بقى بالزبط معلومات كتيرة عن عملة سيتي لما تيجي هنا عند قش على باينانس كلمة باينانس بص على سيتي هتفتح معاك بقى ممكن الصفحة دي ممكن تقرأ معلومات عن النادي بتاع منشستر سيتي هتعرف معلومات قيمة عنه وبالتفصيل وعن العملة تمام فالكلام ده انا كنت حابب اشاركو يا جماعة معايا في المعلومة دي انا طبعا ما ما قارتش حتى انا حتى استعجلت يعني اول ما لقيت الخبر ما كنتش عرفه على فكرة اول ما لقيت الخبر روحت على طول ابتليت قلت اشاركو فيها بحيس تلحقوا تعملوا الموضوع هيقعد معانا كمان شهر قدامنا فرصة شهر فيعني اللي انا عارفه يعني كل ما يكون اسرع كل ما يكون افضل يعني شايفين 30 يوم بيقولك تمام بس البي افضل حاجة ان انت تستخدمها بتجيب لك نسبة احسن يعني يعني شايفين بيقولك ستيك بي بتعملك 70% ولو كان من خلال بيعملك 20% لو من خلال تديلك 10% تمام طبعا انا خايف ان انت تخصش في البي برضو سعره عالي فطبعا انت لو عندك موجودة العملات دي استخدمها لا بس لو حتشتري من جديد اشتري طبعا بي او س دي لانها عملة سبتة مش هتخسر حاجة مش هتطلع وتنزل يعني فانت ممكن تستخدم بي او س دي وتاخد ايه العشرة في المية ده كفاية والحمد لله احسن ما تشتري في تشيلز او بي ام بي وعملها ينزل ممكن السعر ينزل تكسب عملات ستي ولكن سعر البي ام بي ينزل تبقى انت اتدبست في عملة البي ام بي او عملة شيلز تمام فطبعا افضل حاجة وقاما حاجة بي او س دي تمام اشكركم يا جماعة وانا اسف ان انا طولت عليكم شكرا سلام يا جماعة